ما تعليقكم على مبادرة الأمم المتحدة للحوار السوداني ألوناك موانع شرعية من الاستيابة لدعوة غير المسلمين إذا كانت بهذا في التوافق وتذليل العقبات وإخراج البلاد من الأزمات يا أخي حسن من لم يعتبر بالتاريخ البعيد ولا بالتاريخ القريب فلا شك أنه يليق به وصف ما ينبغي أن نرضاه لأنفسنا لو أننا ما اعتبرنا بالحوادث القريبة ولا البعيدة فهذا نكون قد وصلنا إلى درجة من البلادة والبلاهة والغباء درجة بعيدة يا أخي الكريم متى دخلت الأمم المتحدة بلدا فأثمر دخولها سلاما وأمانا ووفاقا ورضا يا أخي التاريخ القريب خير شاهد لما دخلت الأمم المتحدة العراق وجاء ببعض العملاء ممن دخلوا على حراب الأمريكان فجاء من يسمى بالأخضر الإبراهيمي ودخل بلاد العراق ما هو حال العراق الآن بعد ثماني عشرة سنة يعني هذا الكلام سنة الفين وثلاثة بعد دخول الأمريكان جاء من يسمى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة العراق الأخضر الإبراهيمي هل إخواننا في العراق وجدوا سلاما وجدوا أمانا وجدوا وفاقا وجدوا اجتماعا واعتصاما اللهم لا قبل ذلك في أفغانستان ماذا صنعت الأمم المتحدة وقبل ذلك الأمم المتحدة ماذا كان مصير قضية فلسطين حين تولتها لما كانت عصبة الأمم ثم صارت هيئة الأمم المتحدة فيا أخي لسنا يعني أغبياء إلى هذا الحد من أجل أن نصدق بأن رجلا صليبيا قد خرب في بلاد شتى يأتي اليوم من أجل أن يجمع أهل السودان على كلمة سواء أبدا فلذلك ينبغي للناس إذا كانوا مخصصين أن يجلسوا ويصلوا إلى كلمة سواء أما التعويل على فولكر ومن لف لفه فهذا من التعويل على السراب وكمن يتطلب في الماء جزوة ناري